السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بحضراتكم معكم أحمد عبدالهادي من قناة مصر بصراحة ربنا أنا مش لاقي أي تعبير أو أي مفردات أو أي كلمات تعبر عن اللي جوايا في الحالة دي في لحظة تسجيل الحلقة دي البيت الأبيض أصدر منذ ساعات قليلة مذكرة المذكرة دي هي عبارة عن استراتيجية الأمن القومي الأمريكي الجديدة المذكرة دي أو الاستراتيجية دي في 48 صفحة خلال 48 صفحة الولايات المتحدة الأمريكية بتعترف بعضمة لسانها إزاي إن إحنا نستولى على العالم ونسيطر عليه ونؤكد على القوة الأمريكية وانفراد الولايات المتحدة الأمريكية بالعالم وإزاي إن إحنا نضمر الصين وروسيا اللي يعتبر القوتين اللي أصدنا من الممكن إنه هم يهددوا عرشنا حضراتكم تابعتم الخبر ده الخبر اللي نزل كده بشكل سريع وعاجل في بعض وسائل الإعلام الغربية والعربية الخبر ده بيكشف السطار عن تفاصيل هذه الاستراتيجية إحنا عاوزين نتوقف أو هنتوقف خلال الحلقة دية مع الاستراتيجية دية هنحاول نقشف لحضراتكم إيه اللي جيه فيها لأن اللي موجود فيها عبار عاملة بالزبط زي بروتوكولات حكوماء صهيون في البروتوكولات دية أساسا الخطة بتاعة الكيانة الإسرائيلي إزاي إنه هم يستولوا إزاي إنه هم يضمروا إزاي إنه هم يقربوا إزاي إنه هم يفرقوا إزاي إنه هم يقسموا إزاي إنه هم يعملوا وكيت 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 وإحنا قاعدين عاملين كده هون طب يا عم الحاج دي البروتوكولات دية أساسا موجهة ضدك يا سيد العزيز إنت خلي بالك ده فيه خطة أهية بتقول إنك إنت حتتنسف يا بابا ده فيه مخطط للإسراء على المنطقة العربية بس فهي ده نفس المسألة هم وصلوا إلى مرحلة مؤداها إحنا خلاص وصلنا إلى مرحلة الجبلنة عادي ماذا يقولون دعهم يقولون شوفوا حضرتكم الاستراتيجية ديت حسبما أشارت وسائل الإعلام الغربية وحضرتكم هتشوفوا صورة منها البيت الأبيض أصدر الاستراتيجية ديت الاستراتيجية 48 صفحة الاستراتيجية ديت وصفحة جو بايدن في تصريحات صحفية له منذ ساعات قليلة في أعقاب صدرها قال إن هي تضع المستقبل اللي بتسعى له الولايات المتحدة الأمريكية وبتقدم خارطة طريق لكيفية تحقيق الأهداف الأمريكية إيه ده؟ هو البعيد بجح للدراجة دي أه ساعدتك طب ليه؟ ما إحنا كلنا بس وخلاص؟ أه ساعدتك ولزاك هم ما أعلنوها؟ طب يا حج الاستراتيجية ديت متضمنة نقاط خطيرة جدا وصلوا حضراتكم بس بعد إذن حضراتكم مشاهدة الحلقة لأن فعلا بتكشف السطار عن التحركات الأمريكية خلال المرحلة القليلة القادمة وإزاي نهاية؟ هتحقق أهدافها وإزاي حطت روسيا والصين كأعداء ليها جو بايدن بيقول أن الاستراتيجية ديت هتحقق مصالح أمريكا الحيوية وبتستهدف في الأساس حماية أمن الشعب الأمريكي فقط أسعدتك فقط يعني حتى مش حماية الشعب الأوروبي لا الشعب الأمريكي طب ولا حتى الحلفاء حلفاء من يا حج أنت؟ فصلحت الشعب الأمريكي فقط وأنت متخيل أن هم حارسين عليك زين هي تحقق مصالحة الشعب الأمريكي وتعزيز الفرصة الاقتصادية والدفاع عن القيم الديمقراطية طب ديمقراطية إيه؟ الديمقراطية على الطريقة الأمريكية الديمقراطية اللي هم بيصدروها لسيادتك زي ما صدروها أو حوله يصدروها سنة 2011 فحدث ما حدث من خراب مستعجل في قلب المنطقة العربية تعتمد الاستراتيجية ديت على ثلاث محاور رقم واحد الاستثمار في المصادر والأدوات الأساسية للقوة والنفوذ الأمريكيين رقم اثنين هنا أقوى تحالف ممكن من الدول لتعزيز النفوذ الأمريكي لتشكيل البيئة الاستراتيجية العالمية يعني من ضمن الحاجات نعمل تحالف قوي مع الدول الحليفة عشان يعزز النفوذ الأمريكي العالمي رقم ثلاثة تحديث الجيش الأمريكي وتقويته حتى يكون جاهز لعصر المنافسة الاستراتيجية ثلاث محاور الاستراتيجية ديت حددت عدة نقاط وضعت عدة أشياء رقم واحد الصين هي المنافس الوحيد للولايات المتحدة الأمريكية فكرين حضرتكم تصريحات هنري كيسينجر وزير الخارجية الأمريكية الأسبق تم قلب الحرف الواحد غباء من قيادات أمريكا انه هما يحاربوا روسيا بينما العدو الحقيقي بتاحهم هو الصين الصين سمتة بتتسحب زعلش حد بتتحافظ على كل العلاقات بتتغلغل عملة زي المية ما بين السطور لحد ما تفتت الصخور خالص الاستراتيجية بقى استراتيجية الأمن القوم الأمريكية الجديدة بتقول كده ان الصين هي المنافس الوحيد قدام أمريكا الصين هي اللي تقدر تعطى الخطوات أمريكا لا يمكن التنافس بنجاح لتشكيل النظام الدولي ما لم يكن لدينا خطة إيجابية لمواجهة التحديات دية طبعا الصين أولهم ثم الاستراتيجية بتقول ان أمريكا هتخد منفسة قوية مع الصين فاعتبرها المنافس الوحيد الذي لديه البنية والقدرة على إعادة تشكيل النظام الدولي بشكل متزايد الصين هي العدو الرئيسي طب سعدتك روسيا موقعها ايه من الأعراب استبر حضرتك وشوفوا أمريكا بتنظر لروسيا ازاي روسيا تشكل تهديد فوري للنظام الدولي يعني الآن روسيا بتشكل تحدي وتهديد لكن الصين هو ده التهديد المستقبلي الحقيقي لأن القوة الصينية بتتنامى والخوف كل الخوف منها الاستراتيجية بتقول ان روسيا بتشكل تهديد فوري للنظام الدولي وبالتالي لابد من وضع خطة لتقييد الخطر بتاعها وده أمر سهل جدا خاصة مع انخفاض قوتها وقيمتها أكتر من الصين والهند بعد غزو أوكرانيا لأن غزو أوكرانيا ورتها في حاجات كثيرة جدا فبدأ يضعفها ثم قال إن التدمير وإضعاف روسيا بيعتمد على مصاري الحرب في أوكرانيا نقف هنا بقى حضراتكم شوية الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت بعضمة لسانها إن وسيلة إضعاف روسيا استمرارها أو جرجرتها في قلب أوكرانيا طب أنتو مش واخدين بالكم من حاجة بسيطة إن فلاتمير بوتين منذ أيام بدأ يهد اللعب بتاع الحرب جوة أوكرانيا بعد ما حصل على الأربع مناطق لوجانسك دونسك زابوروجيا خيرسون أربع مناطق حصل عليهم فبدأ يهد اللعب وبدأ يهد الحرب إلى درجة إنه هو أعلن بعضمة لسانه يا جماعة إحنا عمرنا ما هنستخدم الحرب النووية ولا الأسلحة النووية بالمرة ضد أوكرانيا إحنا نستخدمها في حالة واحدة فقط لغير دفاعا عن الأراضي الروسية والأراضي أو المناطق الأربعة اللي تم ضمها مؤخرا لروسيا هي جزء من الأراضي الروسية وبالتالي مش هنستخدم السلاح النووي ضد أوكرانيا نهائي لدرجة إنه هو بدأ يهد اللعب جوه أوكرانيا لدرجة إن البعض كان بيتساءل هو ليه فلادمير بوتين بدأ يطبط كده بدأ يهد الجو كده لدرجة إن بعض الناس كانوا متصورين إنه هو نهزم إحنا قلنا لا تحليلاتنا أكدت فلادمير بوتين لديه استراتيجية فلادمير بوتين حقق أهدافه في قلب أوكرانيا وبالتالي هو هيحاول خلال الفترة اللي جاية ابقاء الوضع على ما هو عليه والحفاظ على الوضع الراهن ليه حضراتكم؟ لأن فلادمير بوتين عارف كويس جدا هدف أمريكا وهو ده اللي أعلنته أمريكا في استراتيجية الأمن القومي الجديدة بتاعتها الاستراتيجية بتقول إن التدمير وإضعاف روسيا بيعتمد على مصاري الحرب في أوكرانيا تم فلادمير بوتين عارف كده ولذلك من حوالي أسبوعين بالزبط بدأ يهدي خاصة بعد مضم الأربع بناطق لروسيا ثم الاستراتيجية بتقول أنه لابد من موصلة بناء الشراكات مع الحلفاء لمنع روسيا من التسبب في مزيد من الضرر للأمن والديمقراطية والمؤسسات الأوروبية ثم التصدي للإجراءات الروسية اللي بتهدد مصالح أمريكا ثم خطة أمريكا بقى لتنفيذ الاستراتيجية دية عبارة عن دعم الشراكات مع حلفاء أمريكا في أوروبا والمحيط الأطلنطي والمحيط الهادي ونشر الديمقراطية مش عاوز أقول لحضراتكم بقى على الديمقراطية ما احنا كلنا تفنينه سوا ما احنا عارفين الديمقراطية بتاعتهم بتاعة 2011 ثم وده حاجة مجحة تحدثت هذه الاستراتيجية عن منطقة الشرق الأوسط الاستراتيجية الأمريكية بتقول عن منطقة الشرق الأوسط إيه؟ الشرق الأوسط ودول الشرق الأوسط هيكونوا أداة لتعزيز الازدهار لحلفاء وشركاء أمريكا طب تعزيز الازدهار لدول الشرق الأوسط تز الشرق الأوسط مين؟ ولا الدول بتاعت الشرق الأوسط مين؟ دون مجرد وسيلة عشان يحققوا الازدهار لحلفاء أمريكا الحقيقيين اللي هما من ساعتك حاليا؟ الأوروبيين دول الشرق الأوسط هنخليها وسيلة بالموارد بتاعتها بعبلها عشان نخدها واندعم بيها الحلفاء مع تقليل متطلبات الموارد التي تفرضها المنطقة على أمريكا على المدى الطويل يعني محاولة دول الشرق الأوسط أن هي تستفيد زيها زي كل الحلفاء بتوع أمريكا مثلا في أوروبا ولا حاجة باعتبار أن دول الشرق الأوسط هي التي تمتلك الموارد لا ساعتك ده احنا هنقص أساسا وهنقلل كل المتطلبات بتاعتهم فكرين حضراتكم نظرية بيرنارد الويس اللي قال بالحرف الواحد أن أسياد الأسياد في الغرب حان الوقت أن هما يمتلكوا الموارد الطبيعية اللي بيمتلكها مجموعة العبيد في منطقة الشرق الأوسط من خلال تفتيت الدول بتاعتهم من خلال إغرقهم بالفوضى والخراب المستعجل والتناحرات والمعارك اللي بينهم وبين بعضيهم وبالتالي وبالشكل ده نضمن السيطرة على الموارد الطبيعية بتاعتهم لأن ما يصحش أن الموارد الطبيعية اللي بيستخدمها سادة الغرب تكون موجودة مع مجموعة العبيد دول والهمك دولي هي دي الاستراتيجية الأمريكية واللي بتقولوا بالحرف الواحد دول الشرق الأوسط دول الشرق الأوسط نحن نستخدمهم أساسا من أجل تحقيق الازدهار لمجموعة الحلفاء على محطة الـ CNN استراتيجية الأمن القوم الأمريكي الصين التحدي الجيوسياسي الأكثر أهمية للولايات المتحدة الأمريكية استراتيجية الأمن القوم الأمريكي أولوية للصين وخطورة روسيا أمريكا ترى الصين الدولة الوحيدة القادرة على إعادة تشكيل النظام العالمي في الصين وروسيا والتضخم أبرز ما تناولته وسيقة الاستراتيجية الدفاعية الأمريكية الجديدة دية حفنة المنشتات اللي احنا اخترناها لحضراتكم من بين آلاف المنشتات الأخرى اللي كشفت السطرة عن التفكير والتفكير بتاع الولايات المتحدة الأمريكية اللي تضمنته الاستراتيجية بتاعة الأمن القوم الأمريكي قالوا ذلك ولم يعقب أحد أعلنوا عن ذلك ولم يستغرب أو يندهش أحد أكدوا ذلك ولم يصدم أحد يا جماعة وإحنا في منطقة كلها أموات مثلاً ولا حاجة ربنا يسترها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة